احنا عافين جمع بعض كده بقى وانت كنك المزيحة وعايزك تقول كلمة اخيرة لكل الناس اللي بتشوفك دلوقتي انت على الهواء مباشرة تقول لهم ايه وتوسل رسالتك ازاي عن اطفال فلسطين انا الان بس بدي اسأل سؤال اتفاضل هو سؤال واحد لكن تحملني شوية السؤال انا هتحملك جدا مش شوية ده شويتين يلا يعني انا تعلمت في الصف الرابع تعلمت في المدرسة في مادة التربية الوطنية ايشي اسمه حقوق الطفل مؤسسات حقوق الطفل العالمية مؤسسات حقوق المرأة العالمية مؤسسات حقوق الانسان ويعني مؤسسات تدعم الناس وتقف معهم فانا يعني صدقت انه عن جد يعني وصدقت الفكرة انه عن جد في مؤسسات زي هيك تقف مع الناس لكن بعد هذه الحرب يعني استغربت كتير والاطفال قاعدين بيموتوا فقلت وين هذه المؤسسات عن هدول الاطفال وين مؤسسات حقوق الطفل عشان تحمي هدول الاطفال وتقف معاهم يعني شفتلك موقف قطة صغيرة تمشي في الشارع فعلقت في الشارع صار معاها حادث علقت فاستدعوا هذه المؤسسة مؤسسة حقوق الحيوان رحت استدعت كل الدفاع المدني وكل الإسعاف وكل الأدوات والعمال بس عشان ينقضوا هذه القطة طب وين هذه المؤسسات حتى انها تحمي اطفال غزة يعني انا شفت مؤسسات حقوق الحيوان طب وين مؤسسات حقوق الطفل عن 15 ألف 15 ألف طفل استشهدوا في هذه الحرب وين هذه المؤسسات لتقف معاهم وتحميهم وتبعد عنهم هذا العدو الظالم يعني انا صراحة بعد هذه الحرب اكتشفت انه هذه مؤسسات عالمية باستثناء غزة وباستثناء فلسطين